وأكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بملف أعادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن في القارة الإفريقية وخلال اللقائه مع مفوضة للتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن باكون أدايو أشهد شكري بالجهد الجاري لعملية المراجعة لسياسة أعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات اتصال بأهمية هذا المحور في بنية السلم والأمن الإفريقية وإزاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة كما أعرب وزير الخارجية عن تطلوه لتفعيل كامل لتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية لما بعد النزاعات الذي يقع مقره بالقاهرة